ناقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي مع مدير دائرة الأشغال العسكرية العميد الركن فضل غرامة الدراسات المقدمة من الأشغال العسكرية والخاصة ببناء مبنى وزارة الدفاع وملحقاته والطرق الداخلية لوزارة الدفاع بالعاصمة الموقتة عدن وفي الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة وزارة الأشغال بحضور وكيل قطاع الأشغال المهندس حسين عقربي أكد وزير الأشغال أهمية المشروع كونه يرسي قاعدة للبناء والتنمية في العاصمة المؤقتة عدن من خلال توفير القاعدة الحكومية ومبانيها الخاصة المستقلة وجه الوزير وكيل الأشغال العقربي بالجلوس مع قيادة الأشغال العسكرية لإطلاع على الدراسات وإنجازها في أسرع وقت ممكن وبما فيه مصلحة العمل بدوره شكر مدير دائرة الأشغال العسكرية العميد الركن فضل غرامة شهود وزارة الأشغال قيادة وكوادر للتعاون في تسريع إنجاز المشروع من خلال مراجعة الدراسة وإقرارها في وقتها المحدد